بعد البخاري صح والقرآن إخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة نشرح هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الجامعة الصحيح من خلال توضيح أهم المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرح هذه الأحاديث ونبين هذه الأحكام ونبين ما فيها من أحكام وفوائد ودرر وكذلك نبين قاصة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودا نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى فانتظرونا عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح حديث كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في كتاب الوصاية وهو في باب الحث على الوصية لمن له ما يوصي فيه علي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده وأيضا في رواية أخرى أو لفظ آخر فقال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وصيتي عندي ما حق مرئ يعني ليس حق شخص المسلم يعني وصف خرج مخرج الغالب أو يعني أو ذكر للتهيج لتقع المبادرة يعني لامتثال الأمر له شيء يعني يملك شيئا سواء كان الشيء مما يتمول يعني كالنقود أو ما لا يتمول كالحقوق يبيت يعني ليلتين ذكر ليلتين يعني لرفع الحاج وإنسان تتزاحم أعماله وأشغاله فلذلك قد تكون له فسحة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبيت ليلتين وصيته وصيته مكتوبة وصيته مكتوبة الوصية المعروفة بالحقوق الواجبة التي تكون على المر المسلم هذا إن شاء الله سنبينه بعد قليل وصيته مكتوبة يعني سواء كان بخطة أو بغير ذلك أخواني الكرام أخوات الكريمات أولا ما معنى الوصية أو كما جاء في هذا الكتاب كتاب الوصايا الوصية جمعها وصايا وهي مضاف إلى ما بعد الموت فالوصية بالمال هي التبرع به يعني بعد الموت ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين إذا كان الإنسان عليه دين فلان يطالب ألف دينار فلان ألفين فلان خمسة فلان عشرة حتى لو كان مائتين دينار أو ثلاثمائة دينار فإحذر أيه المسلم أنك لا تكتب هذه الوصية فواجب عليك أن تكتب هذه الوصية حتى لا تضيع حقوق هؤلاء الناس وقال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال ولا يشترط فيها يعني الوصية إسلام ولا رشد ولا ثيوب ولا إذن زوج وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية ولا شك أن الوصية وردت في كتب الله سبحانه وتعالى فالوصية لها أصل في الكتاب والسنة والإجماع أما في كتب الله سبحانه وتعالى فورد في كتب الله سبحانه وتعالى قول الله سبحانه عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقرابين بالمعروف حقا على المتقين قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية قال اجتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقرابين وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل يعني نزول آية المواريث طبعا يعني لما نزلت آية الفرائض اللي هي المواريث نسخت هذه أو نسقت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله جل وعلا يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي لهذا جاء الحديث في السنن عن عمر بن خارج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث في هذا الحديث يعني يتبين لنا ليس من الحق والصواب والحزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به ويبينه أن يهمله حتى تنظي عليه المدة الطويلة بل على الإنسان أن يبادر بادر أيها المسلم اكتب الوصية اكتب هذه الحقوق التي لك والتي عليك حتى تحفظ هذه الحقوق لورثتك وللناس إذا أخذت منهم قروض مثلا أو استلبت منهم أشياء معينة فبادر أيها المسلم إلى كتابة هذه الوصية ويبين هذا الحديث غاية ما يسامح فيه الليلة وليلتان لذلك ابن عمر رضي الله عنهما عندما سمع هذه النصيحة نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بادر وتعاهد هذه الوصية كل ليلة امتثالا لشريعة الله سبحانه وتعالى أخواني الكرام الوصية لها قسمان أمر مستحب وهو ما كان للتطوعات والقربات وواجب وهو ما كان في الحقوق الواجبة التي ليس فيها بينة تثبتها بعد وفاته لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما جاء في هذه القاعدة الفقهية والإمام ابن دقيق العيد قال هذا الحديث محمول على النوع الواجب وقوله صلوات الله وسلامه عليه ما حق مرء مسلم له شيء يوصي فيه ولأحمد حق على كل مسلم لا يبيت ليلتين لا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك تعالى في كتابه فتح الباري قال رواية شيء أشمل يعني جاء في رواية شيء أشمل لأنه تعم يعني ما ما يتمول وما لا يتمول وكذلك قال الحافظ ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه سلم يبيت ليلتين جاء في حديث مسلم أيضا يبيته ثلاث ليالي فابن حجر يقول وكأن ذكر الليلتين والثلاث يعني لرفع الحرج والإنسان قد تتزاحم عنده الأشغال وغيرها فلذلك يعني خلال يوم حاول أنك تكتب الوصية أو بعد يومين أو بعد ثلاثة إذا كان عندك حقوق للناس اقترض من إنسان ألف دينار وآخر عشرة ألاف دينار للأسف نسمع كثير من ناس أن فلان توفي وفلان يطالب هذا الرجل الذي توفي فعندما يذهب أبنائه يقول ليس لديك ليس لك أي حق عندنا يقول ما الدليل لا يوجد أي دليل لذلك يجب أن تكتب الوصاية وهذه الديون أيضا يجب أن تكتب جاءت آية عظيمة في كتاب الله عز وجل آية آية الديون فإذا يعني تدآين الناس فيما بينهم فيجب أن تكتب هذه الديون والأفضل والأحسن أن تكتب في المحاكم وكذلك يشهد عليها من شاهدين أو أكثر نسأل الله سبحانه وتعالى ونفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رب العالمين ترجمة نانسي قنقر